لم تزد إمدادات الأسلحة لأوكرانيا من حلفائها إلا عزم لموسكو على استكمال تحقيق أهدافها واستعراض قوتها ميدانيا مع إحراز تقدم في حربها على أوكرانيا وهو ما أكدته هيئة الأكان الأوكرانية قائلة إن القوات الروسية سيطرت على بلدات جديدة في خاركيف ولوغانسك وإنها تتقدم في اتجاه بلدة بارفين كوفا في جبهة إيزيوم القصف يتجدد في اليوم الرابع والستين من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث آلنت وزارة الدفاع الروسية أن الطيران العمليات والتكتيك للجيش التابع لها قصف سبعا وستين منشأة عسكرية أوكرانية خلال الأربع والعشرين ساعة ماضية ومن بين المواقع التي تم قصفها ستة مراكز للقيادة ومع قلان للصرايا ومخازن كبيرة لصواريخ والمدفاعية والوقود في قرى برياو براجينكا وأوريخوف حسب ما أدل به المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف من جانبها شنت القوات المسلحة الأوكرانية هجوما صاروخيا مكثفا بصواريخ توشكايو الباليستية وقاذفات صواريخ متعددة شديدة القوة على مناطق سكنية في وسط مدينة خيرسون لكن وحدات اتفاع الجوي الروسية تصدت للهجوم وتمكنت من إسقاط 12 قديفة من نظام الإطلاق الصاروخي شديد القوة بالإضافة إلى صاروخين باليستيين من طراز توشكايو وفيما تشد المعارك بين القوة الأوكرانية والروسية شرقا وجنوبا لا يزال ألاف المدنيين في ماريوبول محاصرين دون ماء ولا كهرباء